جولة الحدود الجنوبية بدأت من هذه النقطة نقطة رأس الناقورة فيها محطة فاصلة محطة القطار التي كانت تربط لبنان بفلسطين المحتلة تاريخ إنشائها يعود إلى ما قبل النكبة العام 1942 ولكن لم تعد هذه المحطة توصل أحدا إلى فلسطين المحتلة فعلى بعد أمتار من هنا طرادات إسرائيلية وخط الطفافات الذي بات يشكل ترسيما للحدود البحرية الجنوبية تهدف هذه الجولة التي ينظمها الجيش مع مجموعة من الدبلوماسيين إلى تعريف المجتمع الدولي على الحدود الجنوبية هذه الحدود التي رسمت عام 1923 في اتفاقية بولينيو كومب ثم عام 1949 في اتفاقية الهدنة ولكن بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان تم وضع الخط الأزرق هذا الخط هو خط انسحاب وليس خطا حدوديا فيه 13 منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل ويريد الجيش اللبناني التأكيد على هذه النقاط المتنازع عليها على الخط الأزرق الذي هو خط انسحاب إضافة إلى المنطقة المحتلة في مزارع شبعة وتلالك فرشوبة ومن أجل هذا الهدف كان للجيش رسالة وجهها عبر الخارجية إلى الأمم المتحدة للتأكيد أن ما يطالب به لبنان ليس ترسيما للحدود وإنما إظهار للحدود الجنوبية المعترف بها دوليا ترجمة نانسي قنقر